اليوم الموضوع اللي رح كون عم بحكي عنه رواد اذا بدأ أعطيه عنوان بدأ سميه الاستيقاظ من النوم الروحي مرات كتير نحن بنكون متاخدين حتى كالناس بتأمن بيسوع بالواقع اللي عم نشوفه على الارض ان كان اوضاع اقتصادية صعبة ان كان امراض اخبار حروب يعني اليوم انا بعد نسامع خبرية انوية ان شاء الله بنفوت بيحارب اهلية بلبنان لأول واحد اللي هيك انصدمت وخفت ففي كتير اشياء بالواقع وحقنا يمكن اتخوفنا ونصدقها ونعيش بحالة دعر مرات في كتير عالم مثل ما كنت عم تحكي تجاسي بيصيروا عايشين بحالة هيك تنميل مثل المخدرين مش عارفين حتى يفرحوا بايامهم او بحياتهم بقى كل فكرهم شو بده يصير بالمستقبل هيدا الشي فينا نسميه كمان عامة روحي او نوم روحي او حتى موت روحي ليش لان انا مركز بصير على هيدا الواقع اللي هو حقيقي بس بيشلني حتى روحيا في قصة هيك بالكتاب المقدس عن النبي اليشع كانت ملك شرير ملك ارام بده يلقطه بده هيك كان معصب منه كتير غضبان منه كتير وبده يلقطه واز كان النبي اليشع بمدينة اسمه دوثان واجه هيدا الملك مع جيوش عظيمة كتير وحاصروا هيدا المدينة وكان منظر مرعب جدا وهيك وعي جيحة زيالة هو تلميزه لقليشع تاني نهار ولما خرج هيك وشايف هيدا المظر نرعب وقال له لقليشع للجيش محوط المدينة رح نهلك رح نموت وهون هيك قليشع بيصلي وبيقول صلى قليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر وبتكمل ايه وبتقول ففتح الرب عينيه الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول قليشع فالواقع طبعهم كان انه جيوش كتير محوط المدينة وأكيد رح يجوعوا العالم ورح يموتوا بعد وقت حصار طويل ولكن لما صلى عليشع ونفتحوا عينيه لجيحة زي شيف جيوش بعض أطخم من الملائكة حول المدينة وبالفعل الرب أنقذ عليشع وأنقذ المدينة وكان في انتصار عظيم واختبار عظيم كتير قولك بتصير هيدا بس من زمان؟ مرات بحس الناس هنا وعم يسمعوا على القصة بيقولوا شو خاصة فينا اليوم بس أنا بدي أقول أنه قد في مرات أنا وماريان مرأنا بأمور كأنه جيش عم بيهجمنا بتحديات حياة كتير قوية وشفنا إيد ياسوع كيف مدت فتحت البواب وشقت البحر مثل ما شق لموصل البحر صاري هاملنا قصة عابرة هيدا قصة حقيقة تترجع تذكرنا أنه إله بارح وإله اليوم وهو إله بكرة صح ومنفس هيدا القصة حتى راب أعمى على عيون الجنود اللي كانوا جايين يحاربوا وخليوهم يفكروا حالهم بغير مكان فبنشوف كيف الرب يعني تعرفوا تعاملات الرب معنا بتخالف الواقع بتخالف الطبيعة فائقة للطبيعة ما بيستوعب لنا عقلنا لهيك في كتير ناس بينخدعوا وبيصدقوا الواقع في شي متناقض يمكن هنا مع أنه تعاملات الرب فائقة للطبيعة بس هيدا هي الواقع اللي نحنا كمؤمنين لازم نعيش فيه ونصدق ونآمن فيه بيقول فقال يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن هيدا بمرقص 9-23 وبيمرقص 11-22 بيقول فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له فإذن أنا كيف هالعيون الروحية اللي عندي بدل ما تكون مغمضة مثل ما جيح هذي ما كان قاشع لعالم الروحي بدأت انفتح بالإيمان بالإيمان بدأت إجلى عنده ليسوع كل يوم بسقوه على الصبح بدأت له يا رب افتح عيون الروحية خلينا يشوف الواقع تبعك الواقع السماوية الكتير بيختلف عن واقع الأرض نحن اليوم وقعنا بقول أمراض أخبار حروب مجاعات يمكن نقبل علي عوضاء اقتصادية صعبة بس أنا دايما بدي أذكر حالي بالحق بكلمة يسوع شو بتقول قلب يغير الأوقات والأزمنة بيفتح إيده فيشبع ناس خيرا عنده دايما في حلول فإذا نخلي هيك دايما متل ما كان دانيال لما كان ببابل كل يوم يركع قدام جبل الله ثلاث مرات بالجمعة بالنهار ويعيد هيكلة قلبه وعقله على حقيقة الله يذكر حاله أن الله هو المهتم وضل ماشي بالشكل الصح أنا هيك بدأ أعمل نفس الشيء فكان هيدا الأسبوع شخصي بحبه كتير جاني عم بشركنا بآية رائعة وهيك حسيت أنه بدأ أرجع عيدة اليوم بتقول هيدا الآية استيقظ أو ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم استيقظ يا مجدي استيقظ يا رباب ويعود أنا أستيقظ سحرا كل يوم بوعى الصبح بدأقول أوعية نفسي وعيوا مجد الرب بدأ وعي كل شيء حلو بعلاقتي مع الرب ونيم كل الأخبار الصعبة اللي عم بسمعها حولي الهوة شمس البر والشفاء في أجنيحتها بس أنا أوعى وأول شيء أعمل أتطلع بشمس البر اتطلع بأله ركز أفكاري عليه بدأ أعرف أنه الشفاء من عنده بدأ أعرف أنه الخير من عنده بدأ أتذكر أنه هو بده خير لأله تعرف رواد فيها يمكن لما نغمد عيوننا من بطلة عم نشوف النور صح؟ والشيطان شو هدفه ويحجب عننا النور في أي كتير حلو هيك بدأ جارب لإيه هون أوكي ولكن أمواتك يحيون وتقوم أجسادهم فيا سكان التراب استيقظوا يسكان التراب يعني أنتوا اللي عم بتنوحوا اللي عم بتتقلموا وعوه وأشتوا بفرح لأن طلقه هو ندا متلقلق جعلته يهبط على أرض الأشباح هيدا بإشاعية فإذا كل النوم كل نوم بحياتنا كل موت بحياتنا بيرمز لإنفصالنا عن يسوع حتى لو مرات كنا مع يسوع منزر معنا أمور من هيدا النايتمير أو الكابوس يعني منكون فيه لما نكون بس مركزين على عالم الواقع بقول قال في العالم سيكون لكم ديق صح؟ بس إذا أنا بدي ضل مركزي على هيدا الديق رحيش بيوقع هيدا العالم يلي كله موت يلي رح يخلي الخوف بحياة رح يخليني مشلول ولكن ثقوا أني قد غلبت العالم إذا بوسق بحط إيماني بالعالم السماوي بعالم الله اللي هو كله غلبي وكله نصرة صدقوني مثل ما نحنا أنا ورواد عيشين هالفترة بفرح باستمتاع بحياتنا معه لي لأن بركزين حياتنا وعيوننا على العالم الروحي عالم يسوع العالم السماوي اللي كله نصرة وفرح ما بقلكم بلا بمرو مثلا اليوم بسمعت أنه معقول لبنان يقدم على حرب أهلية تشوشت بس دغري شو بدي أرجع قامل دغري بعد فترة رجعت رجلجة أفكاري على العالم الروح وهذا أجزرسايز أو تمرين بنا نعمله كل يوم كل شوية كل ساعة يمكن من حياتنا نرجع نركز على حالنا وعيوننا عليه خلينا نقول كيف يعني عالم الروحي يعني سوء الف العالم سيكون لكم ضيق إذا ركزت على أنه فيه رح يكون في حرب أهلية ها كلمة ضيق بس للأسف نسينا الجملة الثانية بتكمل بتقول الله بيقول ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم شو قصدوا بغلبت العالم كل مشاقات اللي رح تجيكون أنا غلبتها أنا كيف بغلبها نحنا كيف منغلب وقتها نتغزى من يسوع الروح لقدوس الساكن فينا بيعطينا قوة وسلام بيزهر لنا سلام وبيكون ماشا تضيق على الأرض بس نحنا نقزنا شوي بس تحدينا بإيمان وطلقتنا بالقاية وأنه رح يكت هو غلب العالم هو عنده قوة هو بيعطينا قوة هيك من الحارق صح ما نفكر حالا رح نصير سوبر هيروز أو فجأة مؤمنين شو بقوله الرجل الحديدي ما في شي بأثر علينا بس حلو هدا يصير نمط حياتنا كل يوم أنا بس في نهار قوعة مشوش ضغر هيك بقعد بصلي بقاله يا رب بركز عيوني عليك أنت بتعطيني ردق تسبيح عوضا عن النواح بتزرع بحيات الجمال بحكي حالي بردد القيات على العالم بصلي وصدقوني الرب ضغر هيدا وعوده ببعث لنا سلامه القيات بتقول أكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك بمزمور 119-118 فداود حتى كان يطلب منه يقولك شوف عن عيوني يا رب تحتلي شوف عجائبك هيدا هيك تكون صلاطنا كل يوم يا رب شوف عن عيوني خلني نركز عليك وقاية كتير حلوة بتقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح فإذا فيه ضو فيه نور حلو فيه لما أطلب منه رح هيك رح قوع رح يقلق استيقظ يا مريان ووعي ووعي معي بلش نهارك معي وأنا رح فرجيك عجائبة ورح فرجيك كيف رح أقلب واقعك الصعب واللي هو يمكن الحقيقة اللي عم نشوفها رح أقلبها العجائب بتعرف مرات ما نكون صحيين بس مكبلين يعني أنا وعيت وتعرفت عياسوة بس بعد نجرة معي أمور من الخوف من الحياة من الحقيقة الصعبة هم بقول اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف ياسوع بس كان قبل ما يموت طلب من التلميزه يسهروا معه ويصلوا ولكن هنا شو عملوا؟ غفوا غفوا تعبوا استسلموا لواقع لحياة التعب الجسد لضعيف وهيك بيصير معنا مرات ولكن لهيك الرب بيقلنا اسهروا وصلوا دا لكم بحالة صالة مستمرة مش ممكن أزرب حالة بالقودة ودال عم صالة لأ بس طالما أنا ماشي بنهار كل ما ينكب علي الشي بنفضه وبصالة بيقله يا رب برمي أو بثبته عن صليبك بياخد منك القوة يعطي للمعي قدرة انظروا اسهروا وصلوا هيكمان ارجع عادة الرب لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت ما بنعرف ما ترح ينكب علينا شي من إبليس من عدو النفوس يلي بده يسرق منا هيدا النور فأنا بدي أكون دايما هيك حاضرة وعم صلى ياسوع كيف كان ذكر حياتي ياسوع كان دايما بسلام حتى لما كان بالقارب وكان في عاص وتلميز خايفين كان نايم كان عنده سلام السماء كان ناقل معه سلام السماء واقع السماء وهيدا نفس الواقع اللي بده ينقلنا يليه لأن لما وعوا وتلميز وكانوا خايفين توقع منه نهني يكون عندهم هيدا السلام ويسكته العاصفة فإذا ياسوع بتوقع منا نحنا بوسط كل العواصف يكون عندنا سلامه سلام السماء وننقله للأشخاص اللي حولنا ننقله لعيلتنا ننقله لوقعنا ونغير قال لي كما في السماء كذلك على الأرض فإذا نهايدا ما شئته ننقل كل شي بالسماء الحياة الفرح السلام الطمأنينة تعرف بولوس كان بأصعب أيام حياته تعرض لإتهاضات أكتر مني ومنك ومنك يمكن كل الرسل انجلد وانحباس جسد في السفينة عرف الفقر عرف الفقر صفت عم نعرض أنا وإياك بس بيعز هيدا كله شو كان يقول قال افرحوا في كل حين وأقولوا أيضا افرحوا ليش لأن ما كان معتمد على واقع الأرض الواقع اللي عم بعيش فيه كان عايش بواقع السماء فإذا إذا لشخص هل قد تعذب كان الفرح سهل فإذا لقل وقلك لازم يكون سهل لازم نعيش بفرح السماء بواقع السماء بدنا نضل نوع على واقع السماء شو كمان قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني اللي هلأ قلق لتنين عفو قلتون هلأ صح فإذا يمكن يكون في جبل قدامي أنا اليوم جبل كبير خوف الشأ ولكن ربو عدنا حتى وإذا صرته في وادي ظل الموت لا أخافه شرا لأنك أنت معي جبلنا بس نوع ونستيقظ ونحط يونع يسوع بضالة يمكن الجبل بس نصير نحن واقفين عليه بدل ما نكون قدامه وخايفين منه عن جد كل يوم بس هيدا الشي اللي بدي أحطه بيني وبينكم أصحابنا اليوم كل ما طوعوا قولوا استيقظي يا نفسي تحت لها نشوف شمس البر ونشوف حالنا نحن جبابلة بأس هيك قالوا الرابلة جدعون مع أنه جدعون كان شايف حاله ضعيف وكان شايف الواقع اللي حاوله صعب كتير قالوا أنت جبار بأس بدأت صرف وقوعه كل يوم على أني أنا جبار بأس ليك شو بيقول أي كمانا كتير حلو أحباقه كخروج الشمس في جبروتها هيدا الآية شراكة جني حبيتك كتير أنه أنا وإنت كل حدا حبيب قلب الرب نحن كخروج الشمس في جبروتها عنا قوة عظيمة عنا سلطان عظيم ما تخلوا ولا أي شي يسرق هيدا السلطان مننا نتذكر نحن قيمتنا مين بالمسيح ونظل هيك ننفكر فيه ونأخذ قوتنا منه ونذكر أنه صور نار من حولي ومجده في الوسط أنا محمية أنا جباري تبقس بيسوع وممنوع ولا أي ظرف من واقع هيدا الحياة يأثر فيه واقعي بيجي من السماء كما في السماء كذلك على الأرض نقطة قبل ما نطلع بريك حبيب ألكنيها بالإيمان بدك تكون جندي جندي تاخد قرار أول شي أنه تفتح تمك أنت عم تصلي وتقله بدي هيدا الآية مثلا أفرح فيك في كل حين بدي يا رب أستطيع كل شيء في المسيح في شيء في جسمك بيقول أنا مش قادر أنا مش قادر فيك توعى وتقول أنا مش قادر أو أنت عم تقولها تكسرها وتقول يا رب أنا رأعزمك لأنه رح قولها هالآية أستطيع كل شيء في المسيح أنا قادر بيسوع المسيح أن يكمل نهاري وصير فرحان هيدا لسان وهيدا القوة طبع الجند اللي بيبلش بده يحارب كأنه ماسك سلاح سلاح السلام سلاح البر كل هول بتخليك كل اللي عم تقوله مريان تبلش تتمرن وتصير حياتك أعلى وأعلى وأعلى طريف رواد يمكن نحن هلأ خلنا هيك نحكي شيعة على أرض الواقع يمكن نحن هلأ منواجه الكورونا ومش خايفين لأننا ناخد قوتنا منه بكرة رح يجي يمكن حروب رح يجي يمكن مجاعات مش وقفة بس على الكورونا حيالله الشيء إنهاج علي جيش في أي ما بعرفها في ذلك أنا مطمئن ليش لأن خلاص بعرف أنه معي وتمنى لو شو ما كانت الظروف اللي أنا رح يكون فيها أو رح تجي بالمستقبل أنا ملك الفادية اللي فاداني واللي عم يحميني ورح يعطينا قوة